يا أهلا بكم ومرحبا سعيدنا جدا بلقائكم توصلي معكم مرة جديدة مع عالم الدكاء الاصطناعي في هذه الحلقة أحب أن أتقاسم معكم ثلاثة من أفضل مواقع تحويل الكتابة إلى صوت مقطع مكتوب نص إلى صوت أعرف أن أغلب الناس أغلب اليوتوبرز أغلب المستعملي الدكاء الاصطناعي في هذه الأيام يلتجون إلى موقع الليفل لابس وهو موقع ممتاز رائع قوي يعطي نتائج قل أن تجد مثلها على شبكة الأنترنت لكنه موقع مدفوع يعطيك تجربة مجانية لكن محدودة ثم عليك أن تشتري التجربة المدفوعة ما سأقدم لك في هذه الحلقة هو مستوى قريب جدا وربما قد يماتي في بعض الأحيان موقع الليفل لابس لكنها تجربة مجانية دائمة يمكن أن تستعمله بلا حدود وبنتائج جد جد مرضية طبعا الموقع الأول وهو من شركة OpenAI الرائدة في عالم الدكاء الاصطناعي الشركة المنتجة لنموذج الدكاء الاصطناعي شات جي بيتي وهذا الموقع بعد الدخول إليه وتسجيل الدخول بحسابك بالبريد الإلكتروني أو بباقي الوسائل التي يتيحها يمكنك أن تضع هنا نصا input text هنا فسأقوم بلسق هذا النص هو قطعة بسيطة أو نص بسيط أو فقرة من قصة خاصة بملكة مصر القديمة كليوباترا وكما تلاحظون النص هو مشكول لماذا مشكول حتى لا معلق الخاص بالدكاء الاصطناعي حتى لا يقع في أخطاء أثناء قراءة هذه القطعة لأنه عادة بدون تشكيل تقع هناك أخطاء لتفادي هذه الأخطاء أنا أقوم بتشكيلها وما دمنا قد تحدثنا عن تشكيل النصص العربية فأفضل موقع لتشكيل النصص العربية وبدون أخطاء أنا جربت باقي المواقع الموجودة على الأنترنت واحدة الواحدة والأخرى لكن أفضل موقع يعطي نتائج نادرة ما تجد فيها خطأ معين فهو موقع الجزيرة موقع الجزيرة نت يعطي خدمة تشكيل عندما تضع النص هنا سأضع مثلا النص هنا غير مشكول سأأخذ هذه القطعة وأتقوم بلسقه طبعا جميع الروابط ستجدونها أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن تضغط أوافق ثم أنا لست روبوت ومعالجة النص مباشرة ستجد أن القطعة أو كيفما كانت طولها تم تشكيلها بطريقة رائعة كانت كليوباترا آخر فراعنة مصر تجسيدا للجمال والذكاء وقوة الإرادة التي لا تعرف الاسلام ولدت فيه كذا 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 إلى غيرها إذن هذا الرابط ستجدونها أسفل الفيديو قلنا أول موقع أتقسم معكم والموقع اسمه ttsopenai.com يعطيك نتائج رائعة جدا هنا عندما تقوم بلسق هذا القطعة فتجد أن هنا مجموعة من الأصوات الخاصة بopenai voice لكنها محدودة طبعا ممكنك استعمالها منها اليونغ مثلا الشاب الميل الذكر الشاب الميل هنا كذلك هنا شاب ميل هنا ميل أيضا فربما تجد هنا شاب فيميل فيميل يونغ فيميل وهنا يونغ فيميل لكن إذا أردت عدد أكبر من المعلقين وبنتائج رائعة جدا كل ما عليك هو الضغط على system voices هنا فستظهر فيظهر هنا عدد كبير جدا من الأصوات أصوات التعليق صحيح أن هذه الأصوات تجد أمامها العالم البريطاني والعالم الأمريكي مثلا هنا وحتى الأسترالي والتركي والإيراني كما تلاحظون للأسف ليس هناك أعلم الدول العربية لكن مع ذلك هذه الأصوات كلها تستطيع كراءة الكتابة باللغة العربية وسنجرب ذلك مثلا قمنا بلسق هذه الكتعة سنأخذ هنا أي صوت مثلا هنا ميل متوسط العمر ميل سنختار مثلا بالضغط على هذا الصوت هنا بعض البرامترات الأخرى السرعة مثلا مادم مجانية يمكنك تجربة أكثر مرة إلى حين الحصول على السرعة التي تجدها مناسبة لفيديوهاتك أو الأصوات التي تريد تحويلها إلى وهنا نتركها مع high quality ونضغط create speech بعد تواني ستحصل على الصوت دان أنهى عملية تحويل الكتابة إلى صوت نضغط go to history ننتظر قليلا إلى أن يظهر العلامة بأن الصوت أصبح جاهزا رائع جدا أصبح لدينا هذا المقطع الصوتي يمكن تحميله من خلال هذه الأيقونة أو إن كنت قد ستبت بعض البرامج الخاصة بتحميل أوديوهات والفيديوهات من على جهاز كمبيوتر فيمكنك استعمالها كما هي موجودة التي لديها الآن سنقوم بتشغيل هذا المقطع الصوتي كانت كاليو باترا آخر فراعينة المسج تجسيدا للجمال والذكاة وكوة الإرادة التي لا تعرف الاستسلام ولدت في عام 69 قبل الميلاد رائعا سأقوم بالعودة وتجربة النص أو معلق آخر إذن سنعود إلى التبويب الآخر Open AI Voices ونختار مثلا هذه المرة الفيميل يونج فيميل سنختار هذه ثم نضغط Create Speech طبعا أذكر بأنك يمكن استعمال هذا الموقع عدد مرات غير محدود جميل جدا Go to History طبعا وكما قلت سابقا يمكن تحميل هذا المنتوج أو هذا النص الصوتي من هذا المكان سنضغط فتبدأ عملية التحميل لنستمع مباشرة كانت كليوباترا آخر فراعنة مصر تجسيدا للجمال والذكاء وقوة الإرادة التي لا تعرف الاستسلام وولدت في عام 69 قبل الميلاد لعائلة بطلمية مقدونية وكانت محاطة بالسلطة والثراء منذ صغرها رائع جدا لحتم القوة الموجودة في طريقة قراءة هذه القطعة أو هذا النص المكتوب حتى النفس والتوقف وغير النبرة هذا هو الاحتراف عملية نقل الانتقال من النص المكتوب إلى النص المسموع نتقل إلى الموقع الثاني طبعا كما قلت الروابط كلها ستجدونها أسفل الفيديو وسأقوم بلسق مباشرة هذا الموقع لا يطلب منك لا تسجيل الدخول ولا شيء يكفي الدخول على الرابط ولسق القطعة التي تريد أن تضعها في المكان أنا أفضل كما قلت القطعة المشكولة لأنها تعطي نتائج أفضل ما دم بإمكاننا الحصول على النتائج أفضل فلماذا نضيع هذه الفرصة هذا النضغط جيد هنا نقوم باختيار من خلال هذا الضغط على هذه الايقونة نختار الأصوات هنا مجموعة مثلا لغة العربية خاصة بجميع بلدان الجزائر البحرين مصر العراق المغرب اللبنان عمان قطر السعودي وغيرها تختار أي صوت تقوم بتجربتها تقوم بتجربتها إلى أن ترتاح إلى أن ترتاح إلى أحد هذه الأصوات الدكرة الدكورية أو الأنتة مثلا هنا لدينا صوت مثلا العربية السعودية لدينا صورة حمد ميل وهنا زارية أنتة أنا سأتركها مثلا زارية مثلا هكذا هنا بعض الإعدادات الخاصة بقوة الصوت والسرعة وغيرها أن أتركها كما هي لا أقوم بأي تعديل عليها هنا أضغط على جوي لقراءة النص كانت كليوباترا آخر فراعنة مصر تجسيدا للجمال والذكاء وقوة الإرادة التي لا تعرف الاستسلام ولدت في عام 69 قبل الميلاد لعائلة بطلمية مقدونية رائع جدا ولتحميل هذا النص يكفي أو هذا المقطع الصوتي يكفي الضغط على كلي شارجي في هذا المكان فتحصل عليه بعد تواني قليلة وبشرة ننتقل طبعا هذا الموقع ستجد رابط الوصول إليه أسفل الفيديو ثم إلى الموقع الثالث الذي سنجربه والآخر موقع مجاني وسيطلق منك تسجيل الدخول أنا الآن داخل هذا الموقع من خلال حسابي من خلال بريد الإلكتروني يكفي لسق أو قيام بلسق النص المكتوب أنا فقط أقوم بالتجربة على اللغة العربية وإلا فإنه في اللغة الأجنبية يعطي نتائج أفضل بكثير تعلمون أن هذه المواقع أصحابها هم أجانب وليسوا عربا كشركات أما كأفراد ربما تجدوا أن هناك بعض العرب الذين يعملونها في هذه الشركات لذلك هذه الشركات آخر من تعطيه الأولوية في الإتقان والاحترافية والجودة وهي اللغة العربية أما اللغة الإنجليزية ثم الإسبانية والفرنسية وباقي اللغات فتعطيها أولوية قصوة سننزل هنا إلى الأسهل ونقوم باختيار المعلق لغة المعلق هنا الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ونقوم باختيار البلدان العربية سننزل إلى أن نجد بل سنسعد حتى نجد أظن اللغة العربية إذا هنا أيضا الجزائر البحرين ميصر مثلا سأختار ميصر هنا سلمة وهنا شاكير مثلا سأترك سلمة وأقوم بالضغط على كونفيرت ناو سنضغط رائع جدا أصبح المقطع الصوتي جاهز ويمكنك إضافة خلفية أو باكغراوند ميوزيك خلفية موسيقية لهذا المقطع أنا لا أحبد ذلك من خلال هذه الأيقونة هنا سنقوم بتشغيل هذا المقطع كانت كيوباترا آخر فرعينة مصر تجسيدا للجمال والذكة وقوة الإرادة التي لا تعرف الاستسلام ولدت في عام 69 قبل الميلاد لعائلة بطلمية مقدونية رائع وليتحميل هذا المقطع يكفي الضغط على دولوت جيد ثم نحصل على هذا المقطع في جهاز الكمبيوتر الخاص بنا أو جهاز الهاتف الذي نشتغل من خلاله بذلك نكون قد تقاسمنا معكم المواقع الثلاثة التي من خلالها يمكنكم أو أقوى المواقع المجانية التي يمكنك استعمالها بعد مرات غير محدود لتحويل النص المكتوب إلى مقطع صوتي شكرا لبقائك معنا إلى هذه اللحظة وندعوك للشترك معنا في القناة وتعليق على المواد التي نقدم ونتقاسمها معك أسفل الفيديو ونضرب لك موعدة في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته